رح نتعرف في هذه الفقرة على مطالب أخواننا وخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لهم وكفة لتحقيق بعض أمورهم ومطالبهم الخاصة في حياتهم بشكل عام رح نتعرف على هذه التفاصيل مع ضيوفنا في الستيديو أستاذ علي عبد الكريم ناشط في حقوق المعاقين حياك الله الله حيك وأيضا أستاذ فيصل الشمري من ذوي العاقة الحركية حياك الله دعوة أكلا وأيضا أستاذ سالم فيدي ناشط في أمور المعاقين حياك الله يا نشرف نورينا حياك الله ومنورينا اليوم وإن شاء الله نكون في هذا الوقت نقدر نحن نلبي هذه المطالب عندكم ونحاول نحن نوصلها للأشخاص المختصين بداية معاك علي يعني لو نتكلم عن بعض الأمور التي ممكننا تستصعبونها في حياتكم بشكل عام بشوفي بيبدوياك بسم الله الرحمن الرحيم وأشكركم للتحقيق في الديم إنهم مجسرين ويانا أنت ويتجان غاية مباعدة بهذه الشغلة وكل قنوات مبادئين ما شاء الله عليكم المشاكل اللي نعانيها يعني أنا كوني معاك وعني عندي حقوق بالقانون 2010 عندي مطالبات وديها تتحقق ولكن هيئة ذوي لعاقة كل ما هذا يعني تعادل التقييم وتنزل في فئات مستحقة لعاقة وناس ما يمشون مثل الذهنية الحركية في مظلمة في اللجانة الطبية وتأخير المعاملات يعني شهادة تأخذ الأربعة شهر خمسة شهر وستة شهر إحنا نبي تسهيل في المعاملات إحنا نبي قانوننا يتطبق إحنا معه القانون ومعه المسؤولين لكن التطبيقه مو بشكل صحيح وإيضا يعني الآن القام يحصل أنت تنزل فيه وتوقف مخصصات المعاقيد وتوقف أمورهم وتوقفهم تقول لي الله أروح ويتجع للقضاء ويكسبها بعدين وهذا يسمونها الهدر العام هذا اللي نعاني منها من الهيئة ومن فرض الهيئة تكون مساندة لنا وأتمنى من الهيئة تكون مساندة لنا وما تكون ضد المعاق إن شاء الله يمكن هذا علي قاله وجد نظرة في موضوع الصعوبات اللي وقعي واجهها في حياتها بالنسبة لك فيصل شنو بعض الصعوبات اللي تقع تواجهها وفعلا قاعد نشوف يمكن في السوشال ميديا الكثير من الناس قاعد تتكلم سواء من ذوي الحتياجات الخاصة أو غير ذوي الحتياجات الخاصة لأنهم أساسا معاكم بشكل عام المطالب كثيرة أولا هي أن الهيئة ضعيفة ضعيفة مثلا يعني الهيئة مربوطة بكل الجهات جهات الدولة فهيئة إذا كانت ضعيفة صعب تنفيذ القانون مع الجهات الأخرى مثال عندك التعمينات مثلا إذا كانت الأم كويتي وترعى معاق غير كويتي أهي موظفة ومستوفية كاملة الشروط لا يمكن أن تتغاعد ليش والله الولد غير كويتي زين إذا أهي مواطنة وعندها ولد ترعاه يعني أهي ترعى معاق ليش والله المعاق غير كويتي هذا مثال فما في ربط بينهم بين التأمينات التأمينات يقولون حد شيء وهم يقولون حد شيء مثال غير أن كل مسؤول يفسر مواد القانون على كيف بس إحنا راح ندخل في هذه الأمور اللي ممكننا فعلا قاعد تواجهونها مع بعض الجهات وغيره لكن السادة سلم خلنا أقضها من وجهة نظرك كوني كنت أيضا ناشط في حقوق المعاقين شنو أبرز الأشياء اللي قاعد تشوفها فعلا ممكن تتواجه صعوبة أو مشاكل في حياتهم الاجتماعية إذا بتكلم مثل ما تكلم الأخوان أن الهيئة الهيئة مقصرة بحقوق المعاقين حيث عندهم تقصير إذا بنجي على التقييم على اللي جان أو ما كانت عندهم الخطة عندهم تقصير بس بالتطبيق ماكو شيء مافي أي شيء من يخططه على التقييم أو اللي جان أو غيره مافي أي شيء يعني الحين التقييم تقريبا صار لسنتين ممكن أكثر في ناس واجهوا مشاكل من التقييم أو إعادة اللي جان إذا كان التقييم يحوله من المتوسطة البسيطة أو من شديدة المتوسطة عفوا يعني مثلا إذا كانت الإعاقة الشديدة يعني ما ما لدعي أنك تنزل لا تعيد تقييم أساسا خلاص إعاقة شديدة مثلا حركي أو مثلا مبتور الطرف ما رح تنبتل ريل أو يتعالج ثاني مرة عندك تغرير طبي يكتفي بهذا التغرير ولا تعيد تقييم يتبهد المعاق وروح وتعالج صحيح يمكن موضوع حتى الاسم يمكن بذكر بتكلم يمكن الكثير حاط اسم المعاقين أنا أشوفكم وجهة نظري أنت وناس فعلا يمكن عندكم الطاقات والأشياء وموار قاعد سون بحياتكم أكثر من الناس يمكن قاعد تكون عادية وأتمنى هذه رسالة يمكن توصل مثل دولة الإمارات تسموا هناك لغوا اسم الإعاقة من عندهم سموهم أصحاب الهمم وأنا أشوف فعلا أنتو أصحاب الهمم هذا كنفسيا بس إحنا تابعي العلمية الاتفاقية الدولية المسمى الصحي دول إعاقة بالقانون المحلي دول إعاقة فأهي شنو مو عيب مو عيب بالعاكس مو عيب بس كاسم حلو أن نعطيكم اسم فعلا أنتو تسحقونا بشكل عام يمكن نحن نتكلم في هذا الموضوع أكثر ولكن نعود إلى الموضوع التقييم هل فاتكم في موضوع عادة التقييم ولا تشوفوا نظركم بشكل عام ألي شوفوا إيش ذالي هما التقييم يريتي غيمون صح وأنا يريتي غيمون صح يسمى المعاقي يريم صح ويد الشي التقييم هما يقولون نعيد التقييم عشان نكشف مدعين يا أقا نجب مو بها طريقة أنت بتكشف مدعين يا أقا في مادة خصائي نفسيين لك للبيت يتيك عن حالتك يومي خليلك بشار مرة تقدر تكشف مدعين يا أقا اللي كانوا تقدر تكشفهم وإذا كانوا في مدعين يا أقا خلا يطلعونهم أمام أمام الإعلام ويكشفونهم خنا أعرف منهم من هو خنا أعرف إحنا ويا مدعين يا أقا إذا كان هو مدع يا أقا حاسبة لكن بها طريقة وينظلمون ناش معاقين إذا غاجل عين الوحدة إذا غاجل عين الوحدة معاق مو غاضي يدرجونها بالإعاقات مع أنهم موجودين بالقانون وعاقة بصرية ولكن مو غاضين يكسبون القضايا كسبوا أحكام قضائية نزيحة قضائنا النزيح كان يكسبون خادم مسمون هدر عام شوف تم يطلع من الحكم هذا يطلع العاشرة وعشرين هذا الهدر العام مضيعت وقت مضيعت وقت مضيعت وقت مضيعت وقت نبي قانوني يمشي نحن لا ضد نحن لا ضد لا ضد مسؤول نحن يلمسؤول بننصحك بنقول لك نقول لك تطبق القانون على صغير وكبير إذا كنت خاطئ طلعنا نقول لي بأنتو ممعاق نعم واحتم قواك لكن إني أنا ممعاق واخي شي تسويني ممعاق علمينو المعاق نعم هذا اللي قام نعاني منه الآن نعم فيصل الآن بتكمل على نفس النقطة اللي قاعد تكلم فيها علي موضوع التقييم وغيره وعادة التقييم هل ممكن يعني هم يشوفون من رجل نظرهم نهما فعلا ممكننا يحاولون نهما يحطون يدهم معايد فعلا الأشخاص اللي يكونون فعلا معاقين الأشخاص مدعين لعاقة قاعد يأخذون حقوق مفروض أنهما يعني قاعد يأخذون حقوق ناس آخرين ممكننا فعلا محتاجين هل هذا الشي قاعد تشوفه ممكننا يفيدكم أم لا يفيدنا بس مو حيل يعني مثلا مثل ما قلنا الإعاقات يبين يعني الإعاقة الشديدة يبين فالشديدة لا تعيد تقييم هم يقولون كلام بالإعلام وينفذون كلام غير يعني يقولون إحنا ما نعيد تقييم الشديدة بالواقع قاعد يعيدون تقييم الشديدة عندك بسيطة أوكي استدعي تقدر تشيك عليه بالبعادة التقييم بس باللجنة مو تحط لي دكتور واحد في حط كذا كذا دكتور ومن عدة جهات من الطب الشرعي من الخصائي نفسي ولي أمر علشان يقدر يحدد أحد أول يقولون مثلا يكون من جامحة محايدة أو أحد مثلا يكون عضو من جمعيات النفع العام عشان تكون شنو يأخذون قرار سليم ولا يضمن محايدة حلو أرى نبي ننتقل لموضوع الحقوق التي تطالبون فيها أستاذ سالم بشكل عام شنو الحقوق التي نطالب فيها أول شيء تطبيق القانون مو يرجع للقضاء طيب هذا القانون نازع صادر هي هيئة المعاقين طبق القانون لكن الحين مو قعد تطبيق القانون في قانون مو مطبقه اللي يضطر المعاق أولي أمر المعاق يأخذ يأخذ القانون من المحكمة ليش ليش أنا اتجه المحكمة انت في قانون نازل صادر يا هيئة تطبيق القانون احنا ما نبيل لا تطبيق القانون بس تنتهي المشاكل اللي عندنا عند المعاقين أو أولياء أمورهم خصوص اللي جان اللي قبل شوي فيه أولياء أمور تواجهت وياهم وقال عن مشاكلهم اللي جان طبعا طولة المدى قد تأخذ شهر لا موش لا مو أقل من أربعة أشهر فيه ناس قدموا يعتقاعد خاص وقف كل شيء عندهم عندك صار صار المراسلات بين التأمينات والهيئة موقفة يعني هذا تقريبا تقريبا ستة أشهر جانا وكلمت يقول ستة أشهر مو مستمراتب وظيفي لذلك يعني يقول أنا أتمنى على البدل الأجار إضافة إلى المؤجر الذي يطلب منه إيجار يطلب منه أمور الحياة المعيشية عنده الراتب الراتب لا يوجد شيء لأنه لا يصل لهم الحين لا يقل من سنة كلام على اللجان اللجان عطلة شغل ناس واجد مو بس الشخص هذا لا ناس واجد عطلة عشغلهم وسبة اللجان يمكن تكلم ستة سال في موضوع الحقوق رح نعرف رأيكم مع علي وفيصل موضوع حقوق اللي تطلبون فيها ولكن فاصل يصير وراد مستمرين في حوارنا مع ضيوفنا وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين علي يمكن قلوا سالم كان تكلم عن موضوع القوانين التي لا يمكن أن الهيئة لا تطبقها بحذافيرها وستطرون تلجئون إلى المحاكم حتى يتم تطبيق هذه القوانين ما أبرز هذه القوانين التي فعلا يمكن تطبيقها بشكل صحيح أنا أقول شيء روح الأول الكراسي والشير والأمور هذه لم يتم صغفها لآن هذه كانت تطبق بشكل جزء تعوضية جزء تعوضية لم تطبق لآن لم يستلم كراسي لم يطبقون الشغلة هذا لأنه كانت تطبق بشلاشة المدير السابق كان يطبقها بشلاشة وتمشي الأمور الآن صغرت الأمور ما كراسي صغفهم 16 سنتين في السنين الزين الشغلة الثانية أنت عندك اليوم بعض القوانين ورسوم الحكومية الطوابع لم تطبق لغة الإشارة في كل وسائل الإعلامة وفي الدولة لم تتغاشل الجهة وتطبقها ولم تتفعل أصدقاء المعاقين التي تغاقب الجهات المعنية والذي هذا ومرة نزلوا خبرنا طبقنا الزراء المعاقين تطبيق آليتها من يكون فيها هذا الزراء المعاقين فيها دقة وفيها تحقيق وفيها نيابة وفيها شغلات تطبيق غضائية مو أي واحد مو أي واحد يشفيها مو أي واحد متطوع لا 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 في ناس متخصصة في هذا الأمر شون تطبيق آليتها اللي طبقوها وما نتري الشيء الثاني والمهم يقولون الميكنة طبقنا الميكنة هل الميكنة تطوّل شهادة أربعة تشر ستة تشر أول ميكنة تسعة تشر مو معقولة الإنجاز الوحيد اللي أنا أشكرهم فيه اللوحة اللي تخلص باشرة تقدم تخلص ثاني يوم خاطر الإنجاز الوحيد اللي يوم نشوفه أما المعاملات كل شيء واقف أنت لو تروحين بالهيئة اليوم مو هيئة اللي معاقي الناس كود يعني لو أقعوا وزاعة ثانية أشكر وزاعة الداخلية على تعاون منهم ويانا مو الله مسألين كل الأمور أتمنى يشو مثل الوزاعة الداخلية أتمنى يشو مثل الإسكان أتمنى يشو من جهات دولة مو يبيبان مسكرة ترى إحنا عيالكم اليوم إحنا اليوم إخوانكم اليوم إحنا لمن نديش على مسؤول مو بيبان كخط الكارت ترى بالنهاية بديش عليك مواطن بيقعد وياق بفرج هم الابتسام معنا الموظفين ممجسين بس ناب القيادية ناب المسؤول يحش فينا إن شاء الله بإذن الله علي أن يصير فيه تطوير وتغيير ورسالتك توصل للمسؤولين بشكل عام فيصل يمكن تكلم أستاذ سالم وستاذ علي في موضوع الحق والقوانين بشكل عام حاب تضيف على هذا الموضوع مطالباتك في حق بشكل عام أو عليه قانون أولا اللعاقة ما تعرفت جنسية نحن عندنا أكثر تغريبا فيها مظلومة بالقانون اللي هي أبناء الكويتيات عددهم بالكويت تغريبا 408 أفراد فما أعتقد هال400 شخص بيأثرون على ميزانية الدولة ثانيا نتمنى من لجنة المعاقين البرلمانية هم قاعدوا يقولون نحن سنطرح يسكتون كلامهم قبل الانتخابات غير والحين غير ورحنا قاعدنا معهم وغلبهم الحين موجودين ونجحوا قبل الانتخابات يقولون نحن نتبنى مقترحات تنصف أبناء الكويتيات المعاقين وإلى الآن شفنا أمس ونحن واقفين جدان مجلس الأمة في وقفة احتجاجية ولا تطلع أربع ساعات ولا واحد منهم تطلع هذه الشغلة الشغلة الثانية نتمنى أنهم بس يخترحون نخترح ينصف أبناء الكويتيات بس نعم طيب أستاذ سالم بتكلم عن موضوع عفون حضرتك زارع قوقعة إذا بتكلم عن هذا الجانب وشول ممكنه تفرق إعاقة شخص عن إعاقة شخص ثاني تفرق أكيد باحتياجاتها المطالب اللي ممكن هي تكون عندها لزارع قوقعة ولدي وبنتي مشعل عمره تقريبا 15 سنة الحين وحصة مو حضرتك أبنائك لا أبنائك وبنتي حصة عمره تقريبا عشر سنوات اللي زارع القوقعة لهم اللي هو وزير الصحة الحالي دكتور جمال حربي زارع حق مشعل وحصة المشاكل واجهنا زارع القوقعة إحنا بأطبع أن زارع القوقعة بعد ما يزارع القوقعة يحتاج تأهيل يحتاج أمور أخرى لكن عندنا بالكويتني بعد ما تزارع القوقعة ماكو تأهيل نعم وهم يدعون مركز سالم العلي عندهم تخاطب على فكرة بس تخاطب اللي عندهم خلنا نقول نفرح عندهم تخاطب أنا بكوية عندهم تخاطب بس أولي أمور المعاقين أو المعاقين قاعدين يأخذون تخاطب بره مصر أنا أعرفهم وبالسعودية نعم البرمجة برمجة الجهاز نعم عندهم برمجة طيب ليش الناس قاعد تطلع بره تأخذ تسوي برمجة بره بدول أخرى طيب عندنا برمجة زين إضافة إلى أن مركز سامعة اللي يفتتح سنة أعتقد 2002 لهم الحين يجبون مبرمج من بره يعني تغربين 15 سنة إذا كان يجبون مبرمج من بره يعني خلال 15 سنة ما في مبرمج يعني طبعا هم ما في عندهم مبرمجين بس مو مبرمج فت يعني لا يعني كخبرة نعم 15 سنة المبرمج يجي من بره للكويت خلالنا نقول اهتمام بالمعاق بس ممكن يكون مو اهتمام بالمعاق الزارع القوقعة ممكن هم ما يعرفون يبرمجون أنا ما أدري هل هم اهتمام في الزارع القوقعة ولا ما عندهم امكانيات وقدرات انهم يسمون البرمجة حق المعاق إضافة إلى قطاع الغيار الجهاز لما يتعطل أحيانا نواجه مشاكل حصلت وليت أمر ضاع الجهاز من البلدر الصغير صغير يعني بعد تعب وفروا الجهاز كم قيمته قيمة الجهاز تقريبا ما يقارب 7000 قطاع غيار بالكويت عندنا في شركة أنا لما أخذ قطاع غيار لا أدفع فلوس الكفال على الجهاز الكفال على الجهاز مدة سنة بعد السنة أنت تدفع من جيبي طيب سالم شوال التصور الممكن هو يكون عندك بما يخص هذا الموضوع اللي ممكن يتطور هذا الموضوع فيتم بطريقة أفضل شوال الخطوات اللي مبسرد أن المسؤولين تتم فيها حتى تم حل هذه المشكلة في الكويت أضيف الكلام قمت بترحنا على الفكرة قاعدين أخذ قطاع غيار نشتري قطاع غيار من البرة ومن الكويت مني مركز سالم علي لسمع النطق إذا كان مركز سالم علي لسمع النطق بس مول قوقعة أو ما أنا أسمعهم اللقاءات من التلفزيونية واللغاب الصحافة والملتقيات والندوات يتكلمون على البرمجة والزارع القوقعة لكن بالتنفيذ بالشغل لا مركز سالم علي اللي سمع النطق له التخطيط الفحص الأذن لكن القوقعة لا أرد وأقول القوقعة ما لهم شغل القوقعة القوقعة تحتاج شغلة وحدة البرمجة بس ما في شيء ثاني اللي في المركز غير مؤهلين وأرد وأقول غير مؤهلين وهم سات مرة أقول غير مؤهلين نعم على التصور اللي ممكن هو يكون عندك لي حل هذه المشاكل بحل هذه المشاكل وقولي شيئا تطبيق قانون ألفين وأشهر نعم وأتمنى يعني اللي اللي أتمنى يطبقون غالون لكن بسأل سؤال يعني المعاقين عمرهم ما طلعوا مدلس لمة ولا سمعنا يطلعون نعم لكن حشوا فيه مظلمة نعم كانوا يطلعون إلى مدلس لمة ويناجدون العضاء ويناجدون وصاحة يعني أنا أنا أدري أن الحكومة ممكن أسرعة لكن العضاء فيهم تكسير بأخوانهم أنا أتمنى من ندلة المعاقين أنه تصوت وقف عادة التريم التغير اللي وصل لهم اللي كتبناه واللي كتبوه ناس متخصصين في ويام بلدنا أتمنى يوقف عادة التريم ويعملون دراسة والعجلة تمشي والأمور تمشي ونبي هذه الميكنة اللي يقولون إحنا طبرناها ما قمنا نشوف ميكنة قمنا نشوف تأخير معاملات أنا أتمنى من المسؤول ترى نحنبك في النهاية إن شاء الله إحنا أخوان وأزوه وإذا ما إحنا ديعة من صباح من صباح ما أحد ينظلم إن شاء الله في هذه ديعة كريمة أبونا من صباح ما أحد ينظلم حتى حكومتنا طيبة وغشيدة ما أحد ينظلم إن شاء الله علي طبعا رح توصل أمنيتك ونتمنى أننا قدرنا من خلال هذا اللقاء نوصل حقوقكم ومطالقكم بشكل عام وتوصل رسالة لي المسؤولين بشكل عام سمتعنا في وجودك وإن شاء الله بزيجة أحد يعني سمو الأمير الله أحفظه ممجسره يا أخوان بيبانة مبطلة ويسمع لنا وهو ممجسر يا أخوان يعني الدعم والهذا في الأمانة ممجسر هذا أميرنا وابونا الكبير بالنهاية أمير إنساني طبعا أمير إنساني صراحة كل شكرا على وجودكم معنا صدر سلام طبعا أنا أشكركم على اللقاء وما قصرتهم بس اللي نتمنى إحنا زارع القوقعة أن يكون مركز مختص لزارع القوقعة سواء مركز سالم العلي أو جهة أخرى لزارع القوقعة ما قالنا للجهات أخرى بين مركز سالم ولكس سالم العلي متشعب بس إحنا قلنا زارع القوقعة واحتياج مركز زارع القوقعة يحتاجون برمجة وقت غيار وتخاطب إن شاء الله إن شاء الله توصل أمنيتك والتحاق ونشوف إنجازات وتطور بشكل عام كل شكر لك السيد علي عبدالكريم ناشط في حقوق المعاقين وأيضاً إستاذ فيصل الشمرين من ذوي الإعاقة الحركية وأيضاً إستاذ سالم فيدي ناشط في حقوق المعاقين يعطيكم العافية ونورتونا اليوم وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم وإن شاء الله نتمنى هذه المطالب توصل للمسؤولين نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة يدام برنامج رأيكم شباب مع التلام نشوفكم على خير إن شاء الله نتمنى